مازلنا ايضا وخبر اخر من جريدة الاهرام رئيس اتحاد طلاب مصر الافراج عن 170 طالب بمساعدة وزيري التعليم والداخلية اكد محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر انه تم الافراج عن 170 طالبا من مختلف الجامعات المصرية وذلك في اطار التعاون المثمر بين كل من اتحاد طلاب مصر والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية للافراج عن الطلاب المعتقلين اضاف بدران ان هذه الفترة في الجامعات المصرية يجب ان يكون الطلاب فيها يدا واحدة من اجل مستقبلهم ومن اجل حقهم في التعليم والفكر والابداع لبناء مستقبل افضل